برابو 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 مساء الخير من مساء السعادة عمل لكم حلقة فنية خاصة جدا متميزة جدا ضفتنا فيها فنانة لبنانية جميلة وموهوبة جدا وصاحبة صوت قوي زي ما انتم سمعين جدا ودافئ وحنون في نفس الوقت عندها احساس رقيق جدا ورومانسي قدت من خلال ايمانها وحبها لفنها وشغلها وتعبها وصدقها انها تحصل نجاح وجماهرية كبيرة جدا في العالم العربي وحطت بصمة خاصة بيها تتميز بالرقي والاصالة والابداع النهاردة هي ضفتنا هتحكي لنا عن حياتها ومشورها الفني واعمالها الجديدة في مصر مرحب بالفنان اللبنانية الجميلة دينا حيك اهلا بيك دينا شرفتين مرسي اهلا وسهلا فيك مرسي على هالمؤدمة الرائعة انت نورتين وشرفتين النهاردة وانا سعيد جدا موجودك معنا النهاردة احكي لنا بقى نبدأ منين من وين بدك تفضل من وين نبدأ انت لو عاوز اه انا بسألك المحامية دينا حيك كلمة المحامية في حياتك انت كنت درست قانون مزبوط اه انا مش درست انا كنت حاب يعني انا كنت بحاب ادرس قنون وكنت بحاب كن محامية انا بشارع كثير يعني بابا شو بتقولوا بالمصر يعني باخد حقي لو لو عندي حق بحس انه هيدا الشي اللي كانت كان نفسي تكوني محامية كان نفسي اعملوه بس رحت لشعريا للفن انه هيكي بطريق صدفة ازاي بقى روحتي بقى التحويلة دي تمت ازاي التحويلة دي يعني من حفلات صغيرة طلعت فيها سمعوا صوتي حبوني ايه كانت هيكي مش اكتر من محاولات ازا بدك او ازا بدك سهرات هيك عائلة او مطعم فيهم اهلي والعالم يحبوني يعني ايه كنت بتغني في الاول كده يعني هواية كده الموضوع كانواخد شكل هواية ايه مكنش فيها احتراف يعني مكنش نوية تكوني مطرورة محترفة في الاول لا لانه اصلا الموضوع كان مش موجود بعقلية اهلي يعني اهلي ما كان عنده نهايد العقلية انه واحدة من بنيتهم تكون مطربة وتسافر وتروح وسهر وهذا كله ما فيه كان بس بالصدفة صاريت وشوي شوي صرت مع الوقت صاروا يحبوه لعنه مانا ميه من اهلتك شجعك طيب اخوكي والديتك او اكيد اخي اول شي اكيد هو الشجعني داني داني مظبوط وبعدين اهلي يعني ما رفضو لانه ما كنت بعد احترافتها يعني وطبعا لانه خيه حده بتعرف انه انه خيه حدهك انه دايما بيكون في امان نحنا بعلمنا العربي انه لما يكون الخيه الاكبر لعند ما وصلنا للاحتراف اذا بدك او للاغنية الاغاني الخاصة فيه هون صاروا يحبوه كتير وصاروا هنه يطالبوني قمتين بيكنزلي اغاني جديدة وليه تأخرتي يعني صاروا صاروا يعني صاروا اذا بدك مستمعين لعقلة ونطرين جديدة اكتر مني بتشوفي بدايتك الفعلية او اول اغنية عرفتك بالناس كنت اغنية ايه اكيد سحر لارام اكيد هي اول اغنية اه كانت اذا بدك كانت يعني دغري كانت هت انا بدي نسمع الاول سحر لارام بعدين اتكلم ايه رأيك يلا بينا يعني انا بهني قد ايك الاغنية جميلة الكلمات الجميلة الصوت رائع يعني فعلا عايز اقولك الاغنية دي من احب الاغانية عندنا هنا في مصر اول شي مرسي تاني شي بدي اقول انه سحر الغرام الاغاني اللي انا ما كنت عارفة انه رح اتعيش هالقان بحس انه الحمد الله يعني كانت نعمة من نعم اه الله اللي اعطان اياهن انه عجد قدرت اعمل اغاني اه تعيش عند الناس يعني بوقت اللي يمكن صارت الاغاني كتير هسألك سؤال كده خميس قبل الفاصل وبعدين يلا يعني الجاوب عليه وما جاوبهش فكري فيه حتى بعد الفاصل دايما الفنان بيكون مرتبط عنده الاغنية بتجربة ذاتية احيانا يعني سحر الغرام دي ليه تجربة ذاتية في حياتك تجربة شخصية ولا مرة لا خالص خالص لانه بتكشوب هلا وبعد الفاصل لا دلوقتي لا انت جاوبتي خلاص مرات ممكن نحنا عم نغني شي يعني نتذكر قصص مرأة حياتنا بس انا دايما بقول احساس الفنان لازم يكون جاهز لانه وانس انت مثلا مغروم هتغني انت مغروم ومبسوت وأحسيس طب اذا انت ماما منك مغروم طب انا هلا مش مغرومة شو بعمل اذا عندي اغنية رومانسية شو بعمل يعني تركيبة الفنان مفترض تكون تركيبة تركيبة كتله من الاحساس اللي دايما لازم تكون موجودة مش، مش حالة مفيش اغنيا غنيتيها بتجربة ذاتية؟ بس انا بفصل على المسرح بتصير معي اكتر بس بستوديو بفصل يعني بستوديو لانا بستوديو غير حالي بستوديو بفصل كل الافكاري بكون عبايش بس على المسرح ممكن مرات على قد ما انت بتسلطن بغنية اثنين ثلاثين ممكن هون يستحضر براسك قصص وهي دا بتصير ايه بقى الاغنية دي بقى بصير طعتي قصص مش ضرورية تكون ليا بس ممكن انت هون صير طعتي اكتر بس مش معناتها انه ما طعتي نهائيا اذا انت مش مجروح او مقروح ايه رغنية اللي انت لما بتغنيها بتقولي انا اكدب عليك من الاغاني اللي بفترات اللي بفترات ايه بحس فيها شي لاليه و برده فيه اكيد غير يعني هيد اكتر شي يمكن ايه وبيسألوني لو غبتي عني كمان من الاغان اللي اللي كمان يعني اوقات فيه شي بيمرق بحياتك طب نسمع كده مذهب كبلي ونطلع فاصل يلا من قاني او غنية اللي انت عايزة اللي يعبر عني هكدب عليك يلا يلا ونطلع فاصل بعد اوكي ورجعنا لكم تاني مع النجمة الليبنانية الجميلة دي نحايك عايزة اسألك على الفنان الكبير جورج واصوف دوره ايف حياتك جورج واصوف بدايتي كانت معه من اول ما بلشت يعني غنى قبل ما يكون الي البومات خاصة فيه كانت بدايتي معه وكنت تقريبا موجودة بـ 90% زبتك من حفلاته كانت بلبنان او خارج لبنان يعني وتعلمت منه كتير تعلمت منه يمكن يمكن حبيت اتطرى بهالقدة يمكن على قدمة انا كتير بسمع قديم وزيادة اكيد على قدمة اشتغلت بحفلات ابو وديع عشقت كيف كيف هو بيغنى الاغاني الطرب كيف بيتصرف فيها كيف بيخليك تنبسط انتو عم تسمع طرب يعني بتقدر تنترب وترقص نفس الوقت عنده حالة ابو وديع خاصة فيه مين تاني من النجوم لما بتوعدي مع نفسك بتقولي لما عايز اشكرهم كان ليهم دور في حياتي بعد ما وصلتي لمرحلة النجومية الكبيرة دي بتحس اني كان ليهم دور في حياتك مشورك الفني فنانين اه فنانين او غير فنانين اكتر شي جور الرصوف لانه اكتر فنان انا اشتغلت معه بس انا كمان كن الي اكتر يعني حفلت كتير مع الموسيقار ملحم باركات كمان بشكره اكيد لانه موسيقار ملحم باركات كمان تعلمت منه كتير كمان كازم الساهر الفنان الرائع اللي انا بحبه كتير انا كانت حفلاتي دايما متروحة بين حفلات مع جور رصوف كازم الساهر ملحم باركات يعني كانت هيدا يعني يمكن هيدا النوع من الحفلات خلى العالم تتعرف علي اكتر طلعت على مسارح كبيرة بوقت انا فيه ما عندي برصيد الفني اغاني خاصة تعلمت من كل واحد شي كل فنان له لونه يعني جور رصوف لونه بيختلف عن ملحم باركات عن قازم الساهر تعلمت من كل واحد شي هنسمع ايه تحبي هنسمع ايه منقول منقوله للملامة منقوله للملامة انتي بتحبي وردة ايه اه بحبي وردة بحب وردة كتير ايه وبحب بحب العديم كله صراحة بحب فريد القطرش وبحب بحب بحب بودا يعني كلهم اكيد مع دايما نقول نحنا مع حفز الالقاب بس انا دايما بقول اسمهم اهم من لقابهم صحيح كلهم اعلام طبعا اسمهم هنه احلى لقاب نسمع للملام يعني اسألك كنت تعرضت الازمة صحية من فترة من اكتر من سنتين ايه اللي حصل اه تعرضت لجرسومة بمنخارة من ورا مش عملية تجميل اني بقول عملية تجميل بس من ورا ابري اجريتها بمنخارة ما كنتش عملية تجميل لا انا كنت عاملة عملية قبل بس عملت ابري بس هيك تحتالي انه زغر هوني قال اه وكان نصيبة ان الاطجرسومة وعذبتني سنة ونص اه سفرت يعني على اكتر من بلد تحت حكامل واخر شي وصلت على المانيا وبالمانيا عملت العملية بس من بعد رحلة عذاب طويلة دايمة سنة ونص يعني لي كان غلطة الدكتور عفوان غلطة الطبيب ايه طبعا اكتر يعني انا سمعت ان الحالة اللي جاتتك بعد الشر عليك طبعا كانت ممكن تعرضك طبعا اكت اكتر لانه كانت منطقة كتير قريبة عدماغي كانت معرضة انه ممكن دايمة تسمم في الدم ايه معرضة انه انه توصل نقطة لدماغي ويصير وفاة باي لحظة ما حدا بيعرف افكر مال هيك كان دايمة اللي عم بتابعوني انا حدا ما كتير خويف يعني بس هني دايمة كانوا يخوفوني يعني وصلوا لوقت انه صاروا يصرحوني انه لازم بلا تلاقي حال لانه ما فيك تضلك هيك لانه شي مميت يعني غير انه اكيد ما رأت بكتير مراحل صار عندي تورم بمرخار كتير بطل مبينين عيوني صار شكلي كتير يعني لانه هيدا كله يعني هو عمل مريض بي هي جرسومة بتعمل هيك بصير تنفخ 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 وعد دوا بترجع بتروح وبترجع بتجي وهيك يعني طبعا يعني كتير مراحل قد ضيطة يعني رحت على فرنسا تعالجت صحات شوي كمان بلبنان قعدت كمان يعني تعالجت بلبنان اخر شي كان علاج المزبوطة وعملية اللي عملت بالمانيا تجربة صعبة اظن اه طبعا لا تجربة كمان اصعب ان الانسان يشعر انه في لحظة ممكن يكون قريب جدا من الموت اظن دوت ممكن يكون اثر فيك او خليك يتعيد تفكيرك في حاجات كتير هي كانت شغلتان يعني يا كنت بدي اعمل عملية وتشوه يا اذا ما عمت عملية بديموت لان كانت كل اللي عم بيتابعوني كانت يعني ما حدا قال لي انه اي رح تعمل عملية ورح تظهري جود وما بيجيشي كلهم قالوا لي انه رح تظهري مشوهة لانه هيدا المطرح اللي هو تغير لانه هو رح يتركوه فاضي للمنخار ست شهور صور هيدا الجلدي رح مبعف انتو كش بتقولو بالمصري حتتغير شكلها حتتزم مشان هيك ما كان في حال بس اخر شي عجوبة من صراحة يعني انا عجوبة من ربنا سأريت اني رحت عند حكيم ما بعرفه نهائيا ما بعرف شي عنه هو الوحيد اللي بس رحت لعنده قال لي كل هيدا ما بيس ملاي بدك تتشوهي لأ قصتك نحنا نقول بالبنان واحد اثنين ثلاثة خلص طبعا انا بصدقت لانه كان قلي سنة ونص انا ماشية مع الاي في يعني لمصر سنة ونص ما بشيلوش سنة ونص اكيد دواء مستمر 24 ساعة دواء عايش معي عسنة ونص اي بس حمد الله الله كان عطيني قوة كتير وكنت ولا مرة كنت تكون محبطة ضيما كنت مبسوطة وسعيدة وقررت عيش حياتي وكنت عم غني وكنت عم سافر حتى مرة مبعف ازا جيت عم وصر كمان بذكر مرة رحت عالمغرب ومعي النورس كانت سافر معي النورس يعني الممردة بقى وصلنا نحنا طبعا لما انا عندي رحلة لازم اوصل ضغري بدي اخد جرعة الدواء لانه كل ثمان ساعات عندي عندي كذا دواء بدي اخده بالاي في يعني بالوريد بقى وصلت هي ضغري هي بتخاف علي كتير وبده وين بتتعلقه ما معانا الشرية ولا شي بقامت شي طابلو هيك مصمار وعلقته بتطلع انه بدي تطلبيلي شي بدي اشرب بواصلي من الطيارة جايبتيني ضغري طلع على الروم سيربس وهيك وطلع قال لي سلامتك شو بك سدينا شو فيه قلت له ماشي هذا فيتامين شافني عاديك حتى تدوم والا انه اكيد سفرت معي يمكن عمصر حتى جيد يعني قدمة فيي جربت اني عيش برات حالة المرض ولكن يعني عملت قدمة انا فيه دينا خلاص التجربة دي ايه يعني طلعت منها بايه تجربة المرض يعني العملية ديت وخطأ اللي حصل في العملية ايه النتيرة تلاتي بياه في الاخر اه تعلمت انه الحياة اهوا من ما نحنا محملينا يعني انا كنت محملة الحياة كتير اعبئة انه لا ما لازم نعمل هيك وما لازم نعمل هيك ومش لازم الحياة حلوة عيشة عيشة مثل ما انت بتحبها متل ما انت ربيت متل ما انت بتقتنع ما بتستهل الحياة انك اه انك اه يعني اه تفل منها اه بس اه شغل وبيت وبيت وشغل لانه كنت اه زي الراجل بيروح من الشغل بيرجع البيت كنت كنت هيك فتعلمت اني انا اه اني لا احب الحياة الحياة فيها بلحظة من اللحظات ممكن تخسر حياتك اه لازم تعيشها تحبها بزعلها بفرحها اه بتمرؤ بي بي قصص وفدت كتير عالم من تجربتي كمان يعني في كتير ناس حتى اه اه اتصلوا في واخدوا رقم الحكيم وكان عندهم مشكلة مشابهة لمشكلتي بمطرحة معين وساعدتهم يمكن كمان كانت اه متل ما بقولوا اي شو بقولوا حدا خير يعني شو بقولوا الدلع الخير كفاعله اه اي لحدتين لكن خدت القرار بعدها ما تفكرش تعملي اي عملية تجميل تانية هو انا ما بعملش عونية تجميل هو منخار اللي ما بعرف ليه رحت عملته مرتين ثلاثة يعني هو هو اول مرة كان احلى مرة صراحة يعني هو اول مرة بس انا افترت عليه عملته تاني مرة غلطة الحكيم اللي عملها تاني مرة لو امنخاري صراحة مطرح واحد جبرت اعمل وترجع جلسه هايدي هي بس عملته اه يعني خلص المنخار انا دايما بقول بنلعب في مرة واحدة بس اكتر من مرة ما بيسوين عم عميت منخار عن جد سمعوني والله وهيدي مش بس تجربتي هيدي شغلة مظبوطة اول مرة اكتر من مرة خلص بيصير كل حكيم يعمل شيء ثالث مرة لما عملته طلع حلو بس طلع من هون كبير هي مجرد ابرة بتنعمل بتزغر الهون الكارتيلاج نحن نقللها الارنية ايش اسمها ارنية ارنية غيره الارنبة الحيطة دي اه 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 حظ التعييس انه لقط الجرسومة كان فيه جرسومة هي البسودوماناس وهي جرسومة مميتة ما بتجي الى بقط العمليات يعني هو جايبة معهم من قط العملية مش عارفة دغري لقطة لانه نزلة عندي المناعة بالجسمة لقطة دغري التمثيل بقى اخبروا اي مش ناوي ستختحي مجال التمثيل الفترة الجاية؟ ان شاء الله انا دايما بقلهم بدي ميني زقيني على الموضوع ده عشان انا خويفة يعني انا بعرف انه بملعب اللي انا فيه الغنائي انا سيدة مسرحة ولكن بالتمثيل بحب وكتير شجعوني يعني ليصر تحب اكتر لانه شجعوني كتير ممثلين كان بمصر ولا لبنان ولا سوريا شجعوني نسبة لكليب باتش وانا بمثلة بس انا دايما بقول ما بعرف اذا انا لعب مثله بالكليب حنفسه بالفيلم او بالمسلسل على اكبر على اوسع اذا حكون قدل على سكيل اكبر طبعا يعني انا بقول لازم يكون في حد فريق عن جد يخدني صح يعني انا اتعلم منه ما عندي مشكل يعني هو يعلمني يعني انا يمكن بالغناء علمت نفسي وتعلمت تعلمت يعني تعلمت من الكبار تعلمت بالكونسرفاتور سقفت حالي جبت اغاني قديمة صرت اشرب يعني انا صار بدم الطرب يعني صرت بحسه ما تسألني كيرا عجبتك هيفاء قابل لما مسلت اه كتير هيفاء كتير بتمثل حلو زيارتك دي فيها اعمال فنية يعني انا عارف انت جاية معاكي طبعا انا عايز اتراحب به للنجم ياسر الحريري طبعا نقول له مرسي لها ياسر حريري اهلا بيك سيد ياسر اهلا بيك انا يعني الحمد لله على السلام سعين بيجودك معايا انا عارف انك انت يعني مع الفنانة دي نحايك عاملين شغل مع بعض ايه هو لخبرك حافظ تينكي حافظ الاماكن اكتر مني انا بس انا بقدر اقولك انه بي تسع وعشرين وبواحد وباثنين حاجات كتيرة يعني عاملين يعني في مشروعات سنينة او تليفزيون والله لسه عشان هي بقالها خمس ست سنين ما بتجيش مصر فاحنا لسه الاول مركزين في الحفلات وبعد كده اكيد ان شاء الله ان شاء الله في مشروعات سنينة طبعا انا من زمان انت عامل اغاني المصر كمان انا عارف طبعا انا من زمان بيجي كتير على مصر وكان قلي فترة كان قلي فترة كتير بيجي على مصر يعني بس هلأ الفترة هاي ده اللي ما رأيت صراحة صار قصرت شوية بس دلوقتي خلاص عايزلي معنا كل شهر مش كل خمس سنين مرة يعني لا اكيد لا انا مش هقبل حاجي عجوزة هاتيه على طول كليبات جديدة اخبارها ايه بتصواريق جديدة انا مؤخرا اه سجلت اه صورت اغنية حطيتك براسي الغنية الخليجية الالحان حتم العراقي المطرب والملحن حتم العراقي بوجهر وتحية وصورنيها مع وليد نصيف وهلأ هلأ رح نغني منا شوهي كمان والشابب بيحبوها كتير اه وهلأ عم نحضر اغاني تانية ان شاء الله في اكتر من اغنية رح يكونوا مفاجأة بس لما انزل عبيروت رح حط صوتي على اذا بقي عندي صوت وانا تماما وانا انو المهم انا سعيد جدا بقولكم وانا وحمد الله على سلامتك وبلدك التاني مصر انا تشرفت اتمنى بقى ان الفترة جاي كمان نشوفك دايما ونشوفك بقى في السينيما وفي التليميزيون ويكون لك انتاج جميل ان شاء الله ان شاء الله وبشكر جدا فنان كبير ياسر حريري ان نورنا وان هو الوحيد اللي قدر يجيبك مصر بصراحة اه ياسر حبيب قلبي وانا بشكره عن جد على جهده وياسر اكتر من اخ وان شاء الله انا ويه منعمل حاجات حلوة في مصر ان شاء الله ان شاء الله بينا تغني تختم بلاي عايزة